طبعاً زي ما قلت الدكتور طاعب ليكو أنه كان بحب اللقاءات دي أو النهاردة كان نحضر اليوم أن احنا نحتفل بالأهلي ونفرح بالأهلي وروعة أداء الأهلي النهاردة ولكن بصراحة أداء الأهلي النهاردة كان أداء مش متوقع بالمر يعني كان ممكن يخسر أنا دائماً من الناس المقتنعة أنه أي مباراة نهائية حتى لو أنت أعظم فريق في الكون ورد أنك تكسب ورد أنك تخسر دي أداء موشلت النهائي في الاتين وسل نهائي بقى 50-50 طبعاً تفرجنا مع بعض على المرشة كريم شفنا أن كان فيه أخطافة كبيرة جداً الأهلي يعتمد على الكرات الطويلة بشكل مبالغ فيه الكرات الطويلة دايماً مش هتبقى سلحته لما أنت ما بتلعبش بنمرة 9 صريح أنت مش معتمد على النمرة 9 صريح صعب أن أنت تأخذ الكرة الطويلة من على بيرسيتاو النقطة الثانية هو غياب اللعيبة في مستوى يعني غياب عمر السلال للإصابة أثر بشكل كبير منع النادي الأهلي نوايب عنده فليكسابيليتي في اللعب بأكتر من طريقة في قلب الملعب غياب حمدي فتحي عن مستوى النهاردة كمية الميس باسز اللي اتعاملت من ديانج أو من عبدالقادر عبدالقادر على ما تستفهم كبيراً النهاردة كله كوراكت من رجله تقريباً كانت ميس باس أو كان بيطول فيها بتتعب ترد على النادي الأهلي بترانزيشن خطير ثم هدف يعني مش عارف هدف مكرر أحرص في مرمى نادي الأهلي من سنتين من نفس اللاعب في مباراة القاهرة قدام الوداد المغربي فأن انت تستقبل نفس الهدف من نفس اللاعب من تزديدة طويلة الأمد معنى كده كان عندك مشاكل في التحضير ثم مشكلة أخرى من محمد هاني استقبلت هدف بداية الشوت الثاني في الفرصة اللي انت بتحاول أو في الوقت اللي انت لازم ترجع فيه للماتش استقبلت هدف ضيع فرصك في الرجوع للماتش لكن الوحيد اللي ممكن مالومش عليه النهاردة العمل كل اللي عليه فوقت نظري هو طهر محمد طهر كان بيأدي سواء لما رجع في الباك اليمين أو حتى في مركز المهاجم جن بيرستاو أدى كل اللي عليه لكن دونا عن طهر محمد طهر بيشوف ان كل لعيبة الأهلي كانت off day وده يرجع لمسيماني لما ال11 لعيب يكونوا أو 10 لعيبة بالبودلاء تقريبا مش في مستوهم أرجع لمدير الفني وتحضير الماتش فأعتقد انه كان off day من جميع الفريق